وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةِ مَقَاصِدُ النَّحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةِ وذلك أن النحو مرفوعات ومنصوبات ومجرورات والمرفوعات ذكرها حينما ذكر المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل والمنصوبات أيضاً ذكرها حينما ذكر تعدي الفعل ولزومه وذكر قبل ذلك الاشتغال وفيه رفع ونصب والتنازع وفيه رفع ونصب وذكر المفاعل المفعول به وله ومعه وفيه والمفعول المطلق وكذلك الحال وذكر التمييز وقد يكون التمييز مجروراً ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن المجرورات فذكر حروف الجر ثم ذكر بعد ذلك الإضافة سيأتينا أيضاً بعض المنصوبات كالمنادة وبعض التوابع التي تكون تابعة لما قبلها في الرفع أو النصب أو الجر وهذا هو النحو باختصار وهناك مبنيات وهناك حروف لأن الكلمة إما أن تكون اسماً وإما أن تكون فعلاً وإما أن تكون حرقاً هذه هي خلاصة النحو فالمجيء بهذا الباب في هذا المكان مجيء مناسب وفي محله وقد ذكر المصنف في هذا الباب حروف الجر من حيث الجملة ثم فصل بعد ذلك فيها فذكر المعاني التي تكون لتلك الحروف أو لأكثر ما ذكره من هذه الحروف وسيذكر أيضاً المصنف بعض الحروف التي تكون خاصة بالظاهر وبعضها في المضمر والظاهر وبعضها قد تكون اسماً وتتخلى عن الجر كمذ ومنذ كما سيأتينا إن شاء الله وبعضها قد يجر مع أنه ليس بموجود ولكن أثره يبقى موجوداً هذا مجمل ما ذكره المصنف في هذا الباب وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى وإلى اللقاءة إن شاء الله تعالى